السلام عليكم مرحبا بكم على قناة الحميدي في هذا الفيديو غادي نهضر لواحد الخبر غادي عجب عدد كبير منكم خصوصا خصوصا تلامد اللي ما عارفين ش راسهم واش غادي نجحوه او لا لا خصوصا اللي جابوا نقط هابطة في الدورة الاولى سواء في المراقبة المستمرة او في الامتحان المحلي بالنسبة للست ابتدائي والثالثة اعدادي اذا على بركة الله لكن لكن قبل ذلك لما مشتركش في القناة اشترك ويفعل زر الجرس وتابعوني في القناة التانية ديالي انا غد نخلي لكم رابطها في صندوق الوصف اذا يكرر ينتقل التلاميذ الذين لم يحصلوا على نقطة جيدة بناء على نقطة الدورة الاولى وكذا الفروض التي انجزوها في الدورة التانية حضوريا ويتعلق الامر بكل بكل مستويات خاصة السادس ابتدائي والثالثة اعدادي ما عدا اولى باكالورية والثانية باكالورية سوف نشرح اذا تلمد لم يحصلوا على نقطة جيدة في الدورة الاولى او بالنسبة للتلمد لم يحصلوا على نقطة في الامتحان المحلي يعني هناك نقصد السادس والثالثة اعدادي او لا لحتى اللي مجابوش مزيان في الفروض اللي الدارت حضوريا يعني قبل الحجر الصحي ومجابوش فيها النقط مزيانة علش قلت هنا ما عدا اولى باكالورية والثانية باكالورية حيث اشهدوا غديدوزو الامتحان ديالهم اولى باكالورية سيزيام غديدوزو الجهاوي والثانية باكالورية اللي هي الباك غديدوزو الوطني ديالهم اذا نظرا لعدم حصولهم على نقطة جيدة اقترح احد البرلمانيين من لجنة التعليم والثقافة والاتصال خلال اجتماعهم مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهاني والتعليم العالي السيد سعيد امزازي ان يسمح لهم باجتياز امتحان او فروض حيث تفاعل الوزير مع هذا المقترح ووعد بدراسته والنظر فيه شنو قالوا قالوا اودي بان كان ينضع بعض التلامد لما يخدموش او لم يخدموش في الدورة الاولى ولكن كانوا يعني عازمين على انهم يخدموا في الدورة التانية خصوصا مثلا السادس والتسعة اعدادي هدو كيكون عندهم الجهاوي اذا كيان المتلاد اللي يخدموه في الجهاوي مزيان اذا هدو ما ادنبوهم علاش غادي سقطو اذا شنو قال لهم الوزير قال لهم يعني اجباتوا هاد الفكرة هدي وتفاعل معها اذا قالوا احنا يا غادي ندرسوا يعني هاد المقترح دي لكم اللي اقترحتوا علينا وغادي نشوفوا يعني الطريقة كيفاش غادي نديرو لهم واش مثلا اللي غادي نديرو الامتحان ديرو الامتحان واللي غادي نديرو لي غافورود مثلا نديرو له غافورود باش هكا يعني هاد تلمد هادو ما يضيعوش وطبعا غادي باش يعني يجيبو نقطة مزيانة اللي غا تخول لهم انه باش ينتقلو الى قسم اخر او لا الى مستوى اخر حقيقة هاد المقترح عجبني انا بزاف ها عجبني كين فيكم لها دي يقول ولا ولا ش غادي نديرو الامتحان واحنا يا شوف راك ما اجتيش في الدورة اللي اولى مزيان وراك ما اجتيش في الامتحان هادي فورصة ديال يعني اسمها الاستدراك يعني غاي استدركو هاداك شي اللي فاتهم في الدورة الاولى يعني ما خدموش مزيان الى غاية دلك غادي استدركوه يعني ان شاء الله من بعد ما غاي سالي الحجر الصحي ومن بعد ما غا نرجعوه للمؤسسات ديالنا صافي نتمنى على ان هاد المقترح يكون يعني اجبكم غا ندوز الى شنو قال اخر ثم اعاد ليؤكد على ان للمجلس القسم كل صلاحية في الحسم في مصير هؤلاء التلاميذ وقال له يعني في الاخر بان هاد المجلس القسم يعني عنده الصلاحية الكاملة لان هاد المجلس القسم كي تكون واحد من مجموعة من الاساتده دوك الاساتده هم اللذي يقريوك صافي عنده صلاحية باش يحسن في هاد المدادة لان كينتلمد اللي كتلقى عنده مثلا السلوك مزيان تتلقى عنده كيشارك مزيان ولكن الفوروض ما تيجيبش مزيان او ما جابش في الدورة اللولة مزيان عنده شى ضرف مؤيانة يا اما كان مريض يا اما مهم وقالو شى ضرف مؤيان اذا هاد المثلا شنو غنديلو اللي هو مشاهدو يسقطو ممكن ش فهمته ان الاساتده غيشوفو غيرعودو النظر من هاد النوع دياله تلامد وغادي يحسموه في المصير دياله واش انه غايكرر او لانه ينتقل الى قسم اخر اذا كان عندكم شي تساؤل خليهو اللي في التعليق راني تنقرأ التعليق ديالكم ولا كنتم ما فهمتو شي حاجة ايضا يعني خليهو اللي في التعليق فرعا ان شاء الله غادي نشرحها يعني كاملة اذا كانتمنى ان هاد المقترح هذا يجبكم وانه ان هاد المقترح يتطبق ولا تطبق حقيقة فكونوا اكيدين على ان واحد المجموعة ديالتلمد يعني غادي تنصفه وغادي انجحه اذا الى الحلقة القديمة ان شاء الله